التلفزيون الرسمي يعلن عزم بيونج يانج المضي قدما في إطلاق صاروخ يحمل قمرا إصطناعيا فكوريا الشمالية تجاهلت الانتقادات المتزايدة من المجتمع الدولي وتصر على أن القمر الذي ستطلقه الشهر المقبل صمم لأغراض سلمية ووفقا للرواية الرسمية فإن الهدف من إطلاق القمر هو جمع معلومات عن الغابات والموارد الطبيعية والأحوال الجوية إلا أن التأكيدات الكورية قوبلت برفض من الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة الذين ينظرون لإطلاق الصاروخ بعين الحذر والشك فإطلاق هذا الصاروخ هو بالنسبة لهم غطاء لاختبار تكنولوجيا السواريخ الباليستية وقد يتسبب حطامه في سقوط ضحايا في كوريا الجنوبية واليابان وفقا لتقديرات وزارة الدفاع الأمريكية وهو الأمر الذي دعا البلدين للاستعداد لإسقاط الصاروخ إذا ما دخل مجالهما الجوي الولايات المتحدة لم تكتفي بمجرد الرفض فقد أعلنت تعليق مساعداتها الغذائية لبيونجيانج والتي كان قد اتفق عليها نهاية الشهر الماضي بيد أن ذلك لم يثني كوريا الشمالية عن خططها لإطلاق الصاروخ في منتصف الشهر المقبل ليوافق الذكرى المئوية لميلاد مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ وحتى ذلك التاريخ سيحبس العالم أنفاسه انتظارا للنتائج محمد السيد بي بي سي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر